ما قضائيا فقدت محكمة جنيات القاهرة المناقضة بأكاديمية الشرطة بمعاقبة ضابط الأمن المركزي يسين حاتم بالسجنة المشدد 15 سنة في اتهامه بقتل النشطة السياسية شيماء الصبغ كانت شيماء قد قتلت يناير الماضي أثناء تفريق قوات الأمن مصيرة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي متوجهة إلى ميدان التحرير لوضع أكاديل الزهور عند نصب شهداء الثورة وقد أثار قتلها موجة انتقادات واسعة لجهاز الشرطة فتمت إحالة الضابط للمحاكمة أكدت اللجنة الوطنية الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب أن التقرير الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش قبل أيام عن مصر يتضمنوا تحريفا متعمدا للواقع واستنكرت اللجنة ما ذهبت إليه المنظمة من تأييد عمل العنف والترويع ضد المصريين بل ودعمها الصريح للعمليات الإرهابية التي استهدفت حياتهم وسلامتهم جميعا من دون تفرق في سياق المتصل أيضا أجلت محكمة جناية الجيزة للاحد المقبل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعشر آخرين من قيادات الإخوان في قضية التخابر مع قطر شهدت جلسة اليوم مفضل أحراز الخاصة بالمتهمة كريمة ابنة المتهم أمين الصرفية السكريتير الخاص لمرسي ووجهت النيابة للمتهمين تهم اختلاص وفائق ومستندات صادرة من جهات سيادية للبلاد وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي وبمصارحها القومية دعا رئيس الوزراء الإسترالي توني أبوت بولدان أسيا والمحيط الهدئ للانضمام إلى مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية داعش مشددا لدى افتتاح قمة إقليبية حول هذا الموضوع على البعد العالمي للخطر الناجم عن الجهاديين وقال رئيس الحكومة الإسترالية في حضور وزراء وممثلين عن ثلاثين دولة إنه من الضروري إيجاد حلول للتغلب على فكر الحركات المتطرفة التي جذبت إلى سوريا والعراق آلاف المقاتلين الأجانب وقال لا يمكن التفاوض مع كيان مثل داعش لا يمكن سوى محاربته مضيفا أن المسألة لا تتعلق بإرهاب يتسبب بمعاناة محلية بل بإرهاب له تموحات عالمية وفي ليبيا فجر تنظيم داعش طائرتين حربيتين في قاعدة جوية استولى عليها قرب مدينة سيرت بوسط البلاد ونشر التنظيم صورا على مواقع التواصل الاجتماعي قال إنها للطائرتين المدمرتين واستولى مقاتلو التنظيم على المطارين العسكرية والمدنية في سيرت قبل نحو أسبوعين ليوسع المنطقة التي يسيطر عليها مستغلا الفراغ الأمني في البلاد التي تتصارع فيها حكومة على السلطة سياسيا حذر المبعوث الأممي لدى ليبيا برناندي نوليون من عدم التواصل لاتفاق سريع بشأن الأزمة في ظل استراتيجية داعش التي تقوم على تقسيم البلاد ودع ليون الأطراف الليبية لبدء العمل على تحويل مسودة الاتفاق التي تم تواصل إليها في الحوار الذي انتهى بالمغرب إلى الاتفاق النهائي من شأنه أن يفتح الطريق أمام عملية انتقالية ستكون صعبة وطويلة ولكنها ستعطي للبلاد فرصة أخرى وفي العراق دفذ التحالف الدولية الذي تقوده واشنطن 29 ضربة جوية ضد أهداف تابعة لدعش وذكرت قوة المهام المشتركة التي تقود عمليات التحالف أن 16 ضربة استهدفت التنظيم في سوريا بينما استهدفت 13 ضربة مواقع تابعة للتنظيم في العراق وشملت قائمة الأهداف وحدات قتالية وعربات ومبان تابعة للتنظيم الإرهابي قال وزير الخارجية القطري خالد العطية